في خطوة تضحض ادعاءات اعلام قطر وجماعة الاخواني ووسائل اعلام غربية وزير الخارجية التركي مولود شاويش اوغلو اكد ان بلاده لم تقدم تسجيلات صوتية لأي طرف فيما يتعلق بقضية اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشخجي تصريحات اعقبت خبرا تناولته وسائل اعلام انقرة والدوحة مفاده ان صحيفة صباح التركية حصلت على فيديو مدته ثلاث دقائق يثبت وجود خاشخجي في القنصرية السعودية باسطنبول وتعذيبه وقتله تركيا لم تعرض اي تسجيلات لوزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو او اي مسؤول امريكي اخر لقد قام المدعي العام في اسطنبول باجراء التحقيق ونحن في انتظار النتائج لم تنضي ايام على هذه المزاعم التي بنيت عليها قصص في صحف غربية ووسائل اعلام قطرية وتابعة للاخوان حتى خرج مراسل صباح في واشنطن ليعلن عدم امتلاك صحيفته لأي تسجيلات صوتية خطوة فسرت ثبب التأخر التركي في الرد على مطالبة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاستماع للتسجيلات في غضون ذلك نفت الخارجية الامريكية تقارير اعلامية افادت بان الوزير مايك بومبيو استمع اثناء زيارته الاخيرة لتركيا الى ملفات صوتية او اطلع على محتويات تتعلق بالاغتيع المزعوم للصحفي السعودي جمال خاشقجي شبكة اي بي سي الامريكية كانت قد نقلت عن مسؤول تركي الرفيع ان بومبيو استمع الى التسجيلات وحصل على نصها خلال زيارته الى انقرة وفيما يتعلق بالتحقيقات حول حادثة الاختفاء اكد وزير الخارجية مولود شاويش اوغلو ان تركيا ستقدم نتائج التحقيقات حول خاشقجي للعالم وبكل شفافية احمد الهادي العربية